اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين واهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة ومعنا أول اتصال مرحبا مرحبا اهلا بأختي سلسبيل كيف حالك؟ بخير لباس الله يبارك فيك ان شاء الله وعيدكم مبارك وتقبل الله مننا ومنك وغفر الله ننا ولك وأعاد الله علينا عيد الأضحى المبارك بالخير والبركات والعافية ولأعوام مديدة وأقول للشعب الجزائري تقبل الله مننا وميكم وأعاده الله علينا بالخير والبركة واليمن والعافية لأعوام عديدة اللهم آمين 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 ومرحبا بأختي سلسبيل مرحبا بيك شيف الله يبارك فيه أختي سلسبيل مرحبا وش من جهة الله يبارك الولاية؟ أين أنت؟ وش من ولاية رك فيها سلسبيل؟ أين أنت يا سلسبيل؟ أين أنت؟ أي ولاية أنت؟ في بيتنا الله يبارك بك مرحبا بك وفي كل سكان بيتنا بيك الشيخ الله يبارك عندك رؤية؟ أنا مرحبا 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 أنا في الاستماع مرحبا بك مرحبا أحكي للرؤية أحكيها علي قصيها علي الشيخ نرى في روحي أنا أنا كنت غضبانا ونرى بنيتي خليتها 8 أشهر عند بيضا نرى في روحي أنا جيت من جهة وهي جيت من جهة ونرأنا 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 يا ربي اللي منابي تقفل علي يا دهب وانت حلي تقفل علي يا دوش الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله والرؤية ثانية نشوف فيها باللي أنا مريضة مريضة وقعت في واحدة الطاقة كما حقا وهي وعجبت مضطر واحدة الديني للطبي براني مريضة هي ذاتي مضط بيب وأنا أدخلت المحكمة ماشي طبي المحكمة محكمة ديك بنت لك الملاهي هذي اللي 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 قلت لها من نخرج من نخرج جريت جريت ما قلت شو من نخرج وانت نخرج نخرج نجد شيء بوض وقلت يا شيخك ما تحقيني رزق لكي أنا ولدت عندي ذات ولدت زوج زلاني وطفيلة سكيت مهضر وقلت مشيت أعطاني زوج وقرط في يدي للي هاك 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 عباروط وقرط ومشي ما عندك زلاني عندك ثلاثة أو أربعة زوج زلاني أعطاني رزق نعيش أنا ولدت أعطاني زوج قرط زيت بديد ومشيت مي يا شيخ نحن نحن نصغل قلت له ادعيلي ادعيلي الصحر يا رب يجي ولدت أمين يا رب الله مهضر ويجي عاقب ما حال في أمرك يا سي سبيل ما حال في أمرك ربعة وثلاثين سنة ربعة وثلاثين نعم يعني صغير الله ربعين رضي عليك الله يبارك رضي عليها تدعيلي بالخير لا رضي عليها تدعيلي بالخير الله يبارك إن شاء الله يبارك إذن كنت ترقي ولا لا كنت نرقي كنت مرة يضرب فمي يرجعني فمي كنت نرقي كنت لبس عليا 14 سنة وأنا في داري حوست مشيت تكليت رحت للبحر درت الذهب كنت أنا وزوجي في جنة نعيمة 14 سنة ومدهبت رب أسمين ما نعيش أنا ويا عاد يقول لي اللهم أنت عافينا خاينة فيك 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 وقلت علي يا ربي عييت 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 حتى لي حتى الموس بقلي أنا خلقاني بريئة تبريني يا ربي كما بريت عائشة مرت الرسول يعني اتهمك في عرضك اتهمني اتهم أو ربي يعلمي فصح أنا بريئة الحمد لله بريئة عن ضرب العالمي من ثوم الدهر وقائمة صلاقي في كل وقت يعني هو أعاد الزواجه لا معاود ما زال أو يخطب من صحنا زال معاودش ان شاء الله ربي يهديه ان شاء الله ربي يهديه ان شاء الله يا ربي ان صحنا يحنش على وديداته وما يعطيهنش وانا هني خدامها في المستشفى الله يفتحلك لأنه لي بابهم والحمد لله لا لا ان شاء الله خطيسة سبيل ابقي معنا وان شاء الله ربي يفتحلك ان شاء الله يا ربي اوقعي معنا ان شاء الله الله يبارك فيك خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه هاتان الرؤيتان انصحتا وصدقتا يلي تبينان انك تمرين بمتاعب وقلاق ومشاكل وكيف لا وقد اخبرتين الآن في آخر المطاف انك طلقت يعني طلقك بسبب واحد وهو القذف وانت قلت اني بريئة كبرأة عائشة رضي الله تعالى عنها نعم ولهذا نرى ان الشريعة الاسلامية يعني في مثل هذه المسائل يعني لم تتساهل بل جعلت خيود صعبة وضوابط ليست بسهلة ما اوش اجي وارواحه اتهم انسان او انسان بالفاحشة هكذا لابد من الاثيان باربعة شهود حتى لو كان ثلاثة اشخاص يشوفوا الفاحشة معناها عيانا كما يسمى باللغة الاجنبية فلاقرون ديلي معناها ثلاثة يشوفوا فلاقرون ديلي انساني دي الفاحشة راجل او امرأ ويروه عند القاضي يقول له حضرة القاضي رانشفنا فلان او فلان رايدي الفاحشة ثلاثة يقول هم متأكدين متأكدين سيادة القاضي هل معاكم رابع لا يقول هم يعرفوا على ظهوركم ويديو ثمانين جلدان ثمانون جلدان للشهود الثلاثة حتى لو كان شافوا ما دمكش الرابع يعني يديو ثمانين جلدان لوحد واذا كان الرابع لابد من تحقيق ممكن كان ينسوا تفاهم بناتهم ممكن تجارة ممكن مصاهرة ما تفهموش ملا الواحد يحب يشريها الاخر يرميه بالقصف بش معناها بش الحاكم يعني يقوم عليه بالقصاص يعني موج غر واحد تهم والشريعة تعطيك الحق لا وفيها التحقيق وفيها كذا يعني وفي الاخير رحيبان اذا ايسا الساحر ارتكب هذا الجرمة وهذه الجناية او هو متهم فيبرأو ولهذا انت ما دمت بارئ اوكل يا ربك وقولي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هكذا يدافع عنك ربنا ويبرئك في المحكمة العليا السماوية ثم ينزل امره الى المحكمة الارضية فيبرئك العباد باذن الله تبارك وتعالى وما انسحك به انت محتاج الى رقيا محتاج الى اذكار في الصباح والمساء واثناء النوم محتاجة الى الاستغفار والدعاء في النهار والاسحار هكذا ادعي الله تبارك وتعالى كما دعت عائشة فبرأها ربنا بعشر ايات من صورة النور وهذه الايات العشر كما اكدت وقلت اني بريئة اذن يتنطبق عليك بالتمام والكمال واسأل الله ان يفته عليك وان يوفقك لترجع الى العسمة الزوجية من جديد والذين اتهموك يتوب الى الله ويرجعوا الى الله تبارك وتعالى ويتون اليك معتذرين يطلبون منك الصفحة والعفوة قبل الوقوف بين يدي الله يوم القيامة والمسألة مسألة حسنات الدنيا الجزاء رهب المال اما القيامة في الجزاء بالحسنات نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والله أعلم كذلك معنا صافية من غريزان تقول ارى الجنة بشكل متكرر ارى الجنة ارى الجنة بشكل متكرر واستيقظ وانا مفزوعة مع العلم اني عالجت برقية شرعية الحلم الثاني رأيت ان خاتم الذهب تحطمت مع العلم اني مصلية غير متزوجة وليس وليس لمشروع زواج اذا نقول خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه وخيرا لنا وشرا لعدائنا والحمد لله رب العالمين هذه الرؤية انصحت وصدقت نقول لاختنا صافية من ولاية غلزان تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم واعاد الله علينا عيد الاذحى المبارك لهذه السنة 1437 2016 بالخير والبركة والعافية وقبل ان نفسر هذه الرؤية الاختنا صافية معنا اخ من ولاية البويرة زوج سلم مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا عيدك مبارك شيخ امين تقبل الله منا ومنك وغفر الله لنا ولك وكل حياتكم وانتم بخير وعافية وعاده الله علينا وعليك واسرتك وكل سكان البويرة والامة الجزائرية بالخير والبركة والعافية واليمني ولأعوام المديدة اللهم آمين 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 ومرحبا بسيدي مرحبا شيخ انا نمت في المنام جاني قط والقط هذا صغير وحكمني من الأذن ديالي مرحبا ومعاد ما حبش ما حبش يطلقني حتى أنا بديت بالسيف باش راح من عندي نعم هذا هذا أول من وما عضك ما عضميش ما عضميش يعني حتى حتى ولد تعيط ما شخلك حتى ولد معيط ومبعد نحيت من شغلان نحيت من ودني وإذن القط هذا مخيف شوية مخيف مخيف نعم شهل في عمرك سي أخينا أنا في عمر 36 واسمك الله اسم لي خالد الله يبارك أحسن الأسماء عندك أولاد لا ما عندي الله يأتي ذرية يا رب إن شاء الله يفتح عليك في أقربي وقت إن شاء الله يارب إذن خويا خالد أبقى معنا وستسمع الجواب ومرحبا بك شكرا عفو خيرا تلقاه وشر تتوقاه هذه الرؤية إنصحت وصدقت القط في مثل هذه الحالات رؤيته غير جميلة ورؤيته مش ملحة فما أقوله لك أخي خالد أحذر كن حذرا مزاقا لقوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا ولهذا المؤمن مغل أن يكون كيسا فطنا حذرا فأخفي أسرارك مزاقا لقوله عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاح حوائجكم بسر والكتمان فإنك الذي نعمة محسود واضب على أذكار الصباح أذكار المساء أثناء النوم دير المسح أخذ حوائجك بسر والكتمان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هكذا تكون ناجيا بإذن الرحمن ونشوفك إمام قرب لكم يرقي لك فيه شيئا ما ونرش به الدخل تع الدار الغرفة تعك ودير سرط البقرة في البيت من حين لآخر سماء ومن حين لآخر معناها قراءة هكذا تكون ناجيا بإذن الله عز وجل والعلم عند الله تبارك وتعالى والله أعلم إذن ومعنا رؤيتان للأختنا صفية من مدينة غريزان أنت يا أخت صفية في حاجة ماسة إلى رقية شرعية أنت محتاجة إلى رقية شرعية في الرؤية الأولى عالك بالمداومة ومزاولة الرقية الشرعية بإذن رب البارية سبحانه وتعالى فعالك برقية عند راق شرعي متمكن ثم ينبغي أن تداوم على الأذكار اليومية والاستغفار والتسبيح وسماعي وقراءة سورة البقرة مع الصلاة في وقتها وأيضا كذلك سيرة الرحم وأسأل الله لك بأسماء الحسنى ونحن في يوم عيد الأضحى أن يبعد عنا وعنك كل مكروه وأن يعجل بالشفائنا وشفائك وشفائي كل الأمة الجزائرية بلا استثناء اللهم آمين 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 أما الرؤية الثانية فهي أضغاث أحلام لا أنت متزوجة حتى نقول لك الخاتم على رحمة ممكن يؤدي إلى الطلاق ولا أنت مخطوبة حتى نقول لك بلي ممكن الخطبة تفسق في أي لحظة إذن هذا الرؤية هي من أضغاث إحلام يعني من الشيطان أراد أن يفزعك ويقلقك فالتفت عن يسارك وقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وتل ثلاث عن يسارك وانسي هذا الحلم فإنه لا يذرك ولا ينفعك بإذن الله أزوجل والله أعلم ومعنا الأخت فاطمة من بويرة مرحبا سلام عليكم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام تكون بخير آمين تقبل الله منا ومنك أخت فاطمة أرضي طول شامرك إن شاء الله آمين وغفر الله لنا ولك ولأسرتك ولسكان البويرة ولكل الأمة الجزائرية ونسأل الله بإسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يعود علينا هذا العيد الأضحى المبارك بالخير والبركة والعافية واليمني ولأعوام مديدة اللهم آمين وأقول لأخت فاطمة مرحبا بك مرحبا مرحبا هناك الشيخ أتوال شامك آمين وإلاك الشيخ هذا العلاء لأخت فاطمة أحلام واحد تقدم شوية واحد رائعين مرحبا 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 سمحلي شوية أتوالي 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 أفهمك أفهمك لا أفهمك أتوالي شخ مرحبا مرحبا أتوالي 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 بطفليقة دخلت البيرو بطفليقة رائعين سماع وشغ أتوالي سيد رائعين جيتك على سجل الباك بنتي و الدوسية بنتي كان في بيروت شغ كامير يحي سني ومش سني على كل هذه جزوج لجل الباك تاح إن شاء الله لها أجوز الله يرحمه يا رب كانت طبعا فنين الشيخ وما تتأملها وكنت نمتها كانت سكرة الموت صحية وقفة كانت بيبي كانت بنيتها كانت كمتها قتلي هذي نعطوها المرتلوسي زعماز عمار ماتا هكذا قتلي هذي المرتلوسي وانا يا شيخ سكرات المرتل حشك شغول الموت كانت تخرجها بإيدياغي أنا أنا صحيحية شغول كما كانت تحيحيتها كيت ديفوات مر هذا ظهري هكذا يعني هذا في المنام ولا في الواقع في المنام صح كما كنت نجيلها في الواقع يعني ذركة هكذا كينمتا شغول الموت كانت تخرج فيها شغول خرجتها بإيدياغي حشك وانا لمسح ولا دياغي بديت أنا لمسح لها ولا دياغتي وانا أخذت في رجل أقول لك وعاوني عاوني فيها بس كنت كانت أعزاز عري هي قتلي خليلي انت كل على روحي الله رحمها وبعد قتلي هكذا شغول لك يا رجلي تبعتوا هكذا وانا أقول لك نغسل لعجو ذاتي وانا أقول لك نسح لها وكي درت هو شفتوا رجلي راح كي ولا أنا كنت لاتياب عجوستي هذا كراجلي ولا بنادو مختاخر جاب في يدو ما نقول لك موس ما نقول لك مقص كان رايحي بأجني من الله عجوستي طبعتني خبشاته في وجهه هكذا من الفوق التحت خبشاته بزوجي الدم خبشاته هكذا ما وانا عجوستي هذه الشيخ ما تتفيد اي شغولي الان ما زل من ما زل هلوكي ذابيته ذو ستدق اغرح تلطى وشاك فانهم هنصدق عليها قاح بيت معرفس ما ان شاء الله تكون راضية عليها أكيد وهذا كمهنتي منترداش عليها ان شاء الله واني بزر ما عندي خرجتها الموتانية ما زلني نعيش هذوك رحظات معهم وش حال في عمرك فاطيما ش حال في عمرك الله يبارك تبعا 40 سنة عندك ذراري الله يبارك عندي تلت بنت أولد أولي أربعة الله يبارك أولي دراسي أمور في التسنين أولي أبنسي والنومها شاكف والنومها هكذا قولي لي أختي فاطيما كتشوفيها في المنام وجه يباني مليح وفرحانة ولا تباني تعبانة ومرضة نعم كانت بيان في هذا الغد كانت بيان كانت مليحة كانت تصلي كانت لباس تصلي 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 دائرة حجة ما شاء الله ويمسكينا سنين تصلي دائرة حجة ما شاء عندها مني متت عندها دائرة حجة دائرة حجة سبع سنوات اختي فاطيما نعم وش من جارك في البوير الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سلمك اختي فاطيما أبقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك وراني دائما أنا شيخ نتبعك ما في الإعادة ع 12 تعدين نتبعك نعرضي أنا أنت إنسانة أصيلة والحصة هذه أطال الله عمرها بفضل الله بفضل دعواتك معنا رحي موصلة بكم نوارك حياتك كما ركس نوارنا نزو نقواس تعنا ساعتنا نكون نقواس نسمعك ونسمع تفسيرات تعك ندير الأمل في هذه الدنيا إن شاء الله من أ شاء الله عذيك العافية إن شاء الله إن شاء الله لنوى لك إمين إمين صحة الشيخ وفي الملاقة الخير إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تبقى expression إن شاء الله إن شاء الله نحن نقول خير أنت لقيناه وشر أن تتوقيناه أولها أقول لك أقول لبنتك التي لم تنجح في البكالوريا إذا خسرت المعركة ما خسرت حرب معنا خسرت اليوم ودوة تنجح إذن بالإيرادة الفولاذية والصبر والمطالعة والمراجعة والمواثبة والاستمرارية يعني ستنجح أنا أعرف أناس وقرأت عن أناس يعني وطلعتنا الأخبار العالمية عن أناس تجاوز الثمانين بل تجاوز التسعين سنة نجحوا في آخر المطاف البكالوريا ودخلوا إلى الحرم الجامعي فقول لها هذا العام كانت البكالوريا صعبة يعني عندها نجد لها أعذار لكن العمجة إن شاء الله تجيبه وعيطيلي وانهنيها بإذن الله تبارك وتعالى وإذا كنت في البويرة نجيها للدار إن شاء الله وانهنيها بإذن الله أزا وجل وأبارك لها النجاح وستنجح بإذن الله أزا وجل ندعيه لها ولكل شبابنا وشباتنا أن ينجحوا في البكالوريا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى هذه وحدة لقاءك بالرئيس يعني لأن الإنسان في المنام يرى الرؤساء أو يرى المزارة أو يرى الملوك أو السلاطين هذا يدل على أن الله سيقضي لك أمرا كبيرا لا يقدر عليه إلا الكبار ولهذا أقول لك أبشري وانتظري فرجا وفرحا بإذن الله عز وجل إذن كذلك نقول لك بالله رأي في حالة جيدة رأي إن شاء الله تبارك وتعالى في نعيم برزخي ورأي راضي عليك وقد مناحتك دعوة الخير يعني ورأي الناس رأي في ماتهمة درشي هذا فمبارك أنت رأي عجزتك ورأي خدمتها خدمة يعني كأن بعض الناس هم يدروا فيها الباطل وانت هذه رأي عجزتك ورأي عملتها بهذه المعاملة ورأي خايفة لما شرع ذي عليك لا أنت وجه الخير والبركة والعافية أنت إنسانة طيبة ورأي شرفت مدينة البويرة وارفعت رأس البويرة ورأي معناها مثلت البويرة أحسن تمثيل وزوجك هذا ينبغي عليه أن يسجد لله سجود الشكر أن رزقه الله بزوجة صالحة مثل أخت فاطمة من البويرة زوجك هذا يسمي أحمد ربي ويجهد لله شاكرا أنه منحه زوجة صالحة وهي أنت الله يبارك فيك إذن رأي رأي كدتي دعوة الخير من عند زوجك ومن عند عجزتك ورأي راضي عليك وكلنا عنك راضي بإذن الله عز وجل والآن واصل في الدعاء والاستفار والترحم لها يعني ومن حين لآخر زور قبرها وابقي في اتسال دائم مع قرابتها ومع جاراتها ومع صديقاتها وهذا كله يدخل في باب البر بها بعد وفاتها نسأل الله ليتغمدها برحمته الواسعة ويفتها عليك وعلى ابنتك وعلى كل أسرتك اللهم آمين 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 والله أعلم ومعنا فاصل ونواصل أبقوا معنا وسنعود وشكرا رأيت حلما؟ انتبك القلق بشأنه تريد تفسير رؤياك؟ اتصل بنا على بر السلوى وصفاء الضميرة 3802 أو على 3801 أو اتصل على 3800 ها نحن عدنا والعود أحمد ومعنا الأخط رزيقة من مدينة الرغاية مرحبا بك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام انتب خير الشيخ آمين أقول لأخط رزيقة أيضا صح عيدك صح وتقبل الله مننا ومنك وغفر الله لنا ولك وكل حياتك وأسرتك ومدينة الرغاية بخير وبركة وعافية وأسأل الله أن يعيد علينا عيد الأضحى هذا لأعوام عديدة بالخير والبركة والعافية والهناء واليمن وللأمة الجزائرية جمعاء وأقول لأخط رزيقة رزقك الله التقوى آمين وما يرضيه تبارك وتعالى آمين ومرحبا بك أختي مرحبا مرحبا وبك أهلا نقول للشعب الجزائري صح عيدكم نعم نقول حجدنا الميامين حج مقبول وضم مغفور وسعي مشكور آمين نقول لهم ما تنسوش الدعاء لفخمت رئيس الجمهورية سيد عبد العز بوتفليقة بشيفة آمين آمين لبس الصحة والعافية آمين وهو يستهل كل الخير والله يستهل نعم صراحة خيرا كبيرا آمين ندعو له إن شاء الله نصر الله أن يطيل في عمره ويبارك له في حياته آمين فهو عالم ورمز وبطل يعني يعني علينا أن نعتز ونفتخر برئيسنا والله إنه كما يقولون تاريخ بحجمه نعم نصر الله التوفيق له ولكل حكومتنا ولكل أمة الجزائرية آمين يا رب آمين آمين مرحبا شيخي الفاضل أحبت نسق سيك منذ أكثر من آشر سنوات نعم آمين رأيته في منامي كنت كارية وما كانوش عندي الأطفال ما كانوش عندي دراري شفت كشول خرجت من داري كانت عندي جاردة صغيرة هكذا آمين كي خرجت شفت الرسول صلى الله عليه وسلم مطابس وعادي يقلم لي في الجاردة هذي كشولي يزبر لي فيها ما شاء الله وما تكي أنا يلحق شفته من لور هكذا شغل مطابس ويكون لي شرف أني نشوف خياله يعني شرف لي قال لي نصبر هالك بش تشع بش بش تكون أكثر خضار وأكثر والله حبيت من هذا كالوقت شفته زوج خطرات يعني شفته في هذا المانام وفي مانام خرعت تدخل للوحد الخيمة وشفته هو وأبو بكر الصديق رضي الله رأيته مرتين مرتين يعني والله ما عنديش وش نقول لك فرحانة أني رأس الله لا يقلده الشيطان يعني أكيد وفي الخضار أنا نويت هذه الذرية الحمد لله رزقني ربي سبحانه ولله الفضل ذردراري وطفلة يعني أم لأربعة لا لا طفلين وفلت أم لثلاثة أم لثلاثة والحمد لله يعني في طربية في الأخلاق يعني قلت بلك نويتها لدرية يعني في هذا الوقت ما كانوا وش عندي قال لي نقلم لك النبات والله كان في منتهى الخضار يعني هذك هذك النعناع يعني أخضر ما شاء الله أختي رزقة ما شهر في عمرك الله يبارك سبعة وثلاثين اسمع الله عاملة لا ما كثى في البيت ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يبارك بصلاح الضائر أنك ملتزم مليح والله الحمد لله بديني ما جيراني يعني ما شاء الله ما شاء الله وقولي للنبي عليه وسلم ما شفتش وجوش خياله شفت ظهره وليس خياله وشفتش لابس وتكلم معي وهو مطابس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أختي فاطم أختي رزقة أسأل الله أني رزقة كثير دوس الأعلى بعد طول عمر الله يعيش أبقي معنا وستسمعي الجواب ومرحبا بك مرحبا مرحبا خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه هذه الرؤية رؤية جميلة وجيدة وممتازة وكيف لا وأنت رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرتين ورأيت معه أبا بكر الصديق الرجل الذي كان الله تبارك وتعالى يبعث له مع أبا مع جبريل عليه السلام سفير الأنبياء والرسل كان يبعث له التحية والسلام ويقول له يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقرئ سلامه لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمي صحابة صحابة آخرون رضي الله عنهم أجمعين بلا استثناء إذن أقول لك بشرى لك ورؤية رسول الله قد تحققت لأنه يومها لم تكون أمك كنت زوجة فقط والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك يعني سأصبر لك هذه الأشجار أو الأرض وغيرها يعني وردها الله يبارك خضراء منعشاء معناها الله يبارك مورقا وهذه أو هذه النباتة يعني سجمها هي النباتة هي هي الذرية قد رزقك الله عز وجل ذرية صالحة مربية الحمد لله يا رب العالمين وهذا يدل على قوله تبارك وتعالى كما جاء في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا لأن الوالدين كيكونوا صالحين الأكيد ذرية أخرى الصالحة إلا بعض الاستثناءات كما حصل مع إبراهيم وكما حصل مع نوح وولده وزوجته وهنا ولوط أيضا مع زوجته لكن الغالب الندرية تكون صالحا اختداء بوالديها واختداء بأسرتها المقربة إليها ورؤيتك هذه أنا أقول لك جيدة جدا سترزقين حياة سعيدة طيبة هادئة آمنة مطمئنة وأيضا كذلك رؤيتك لأبا بكر صديق يدل على التزامك لأن المعروف عن أبا بكر الصديق بن قحافة رضي الله عنه كان معنى يحب الرسول حبا لا يتصور أم كشوعة فوق الأرض كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقه بكل صغيرة وكبيرة كما كان الشأنه مع أبا بكر الصديق رضي الله عنه واسمه الحقيق أبا بكر بن قحافة وهذه كلمة الصديق هي تزكية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنت في طريق هؤلاء أولئك القوم لا يشقى من اقتدى بهم فمن يقتدى بأصحاب رسول الله والله لا يشقى أبدا لأنهم هم الخير والبركة والعافية وهم القوم لا يشقى من أخذ عنهم اتبع سبيلهم وكيف لا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وفي رواية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم وهم القرون الثلاثة المفضلة المزكات من رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلا قرأنا التاريخ الإسلامي ووجدنا حدوث البدع وظهور البدع بدأ ينتشر في القرن الرابع الهجري لأن القرون الثلاثة المزكات اندثرت وانتهت وذهبت إلى رجعا لما جاء القرن الرابع بدأت الفتن وظهور الاشقاقات والمشاكل والهرج والقتل لعيذ بالله نسأل الله العافية إلى رؤيتك يا سيدتي رزيق جيدا أسأل الله أن يحشرك في الفردوس الأعلى مع رسول الله بعد طول عمر وأن يحفظ الله ذريتك وزوجتك وزوجك وإياك اللهم آمين 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 والله أعلم ومرحبا أهلا ومرحبا إذن وقع عن قطاع وإذا عاوذوا الاتصال رحبنا بهم والآن معنا الأخ علي من شلف الأخ علي من مدينة شلف رأت أختي أن زوجتي حامل وأنني كنت أطير من الفرحة بهذا الحمل مع العلم متزوج بدون ذرية بدون أولاد لدي مشاكل عادية بسيطة مع الزوجة إذن أقول خيرا تلقاه وشر تتوقاه أول أن أقول لك أخي علي من شلف وإلى كل سكان شلف ويعني بقادير والصبحة وعين المران ومسينة والشطية والشرفة يعني كل الكريمية ودلفظة يعني كل مناطق ولاية شلف يعني أقول صحاعدكم وتقبل الله منا وميكم وغفر الله لنا ولكم وأعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والعافية وإلى كل هذه الولاية العظيمة ويعني أسأل الله أن يعيده علينا بالخيرات والبركات والعافية بإذن الله عز وجل وهذه الرؤية لأخينا علي من ولاية شلف والله فيها خير مدام أختك رأت أن زوجتك حامل وانت في الواقع ما عندك ذرية إذن أستفشر خيرا ويعني السر أفرح وانتظر إن شاء الله بشرة وأسأل الله تبارك وتعالى لك ذرية صالحة وهذه الرؤية هي رؤية صادقة وصالحة وفيها خير إن شاء الله لك لكن الملاحظة التي ينبغي علي أن أعقب لك عليها قلت مع العلم متزوج النعمة بدون أولاد إن سأل الله لك الأولاد لديك مشاكل عادية وبسيطة مع الزوجة لا تذكرها إذن مدام مشاكل بسيطة وعادية فلا يخلو بيت من بيوتات المسلمين من هذه المشاكل العادية البسيطة ولكن دائما ينبغي على الرجل أن يعرف حقوق المرأة والمرأة المسلمة ينبغي عليها أن تعرف حقوق الزوج في الإسلام وإذا شفت أنت أشياء أحيانا غض بصرك وتدروح كما شفت وهي نفس الشي هكذا تستمر الحياة وتسير إلى بر الأمان كما قال آباؤنا وأجدادنا ما أنا قال لك المعنى إذا أحيانا تشوف دروح كما شفت ولي جهز على كلمة جهز على روح وإذا شفت زوج متفاهمين تدرك على واحد نعم أحيانا الرجل يغض البصر يدروح كما شفت أحيانا المرأة تدروح كما شفت هكذا تستقر الحياة الزوجية أما إذا كان الرجل يحاسب هو يتحاسب الحياة الزوجية تتوقف من رقم واحد ما تسمرش إذن نسأل الله لكم الاستمرارية وأنصحكم أخي علي بكثرة الاستغفار والدعاء لأن الاستغفار يجيب بالذرية والاستغفار يخلي ربي ما يعاقبش عبده بدليل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون نعم نسأل الله تبارك وتعالى لك ذرية صالحة والتوفيق في الحياة الدنيا وفي الآخرة والحياة الزوجية السعيدة اللهم آمين 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 وتحياتي وسلامي إلى كل السكان الطيرية بلا استثنائي والله أعلم أهلا أهلا ومرحبا السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صح عيدك صح عيدك وتقبل الله منا ومنك وغافر الله لنا ولك وكل حياتك وأنت بألف خير وبركة وعافية أهلا ومرحبا من معي الله يبارك نعم أنا تبسى تبسى شكو معي الله يبارك عبد النور عبد النور من أحسن الأسماء يا عبد النور الله يبارك برك الله مرحبا بكم مرحبا بسيدي عبد النور مرحبا مرحبا أهلا ومرحبا أهلا عندي ثلاثة من المسيخ مرحب عندي من المسيخ سغل من طرح سغلت وعودت حياة مسجد ونفل وجوني أهلي للقبر وجوني أهلي للقبر وجوني أهلي وشبوني معهم وأهلك جاءوا إلى القبر جاءوا إلى القبر وداروا بالقبر وأتوا معهم الماء وشغل في النظر هذه الماء نكت وضيت بي أكتفلت بي وعندي عندي منام أخر نمت نمت روحي في مكان مكان شفع قاحل وفجأة ده حامت حولي الكلاب من كل مكان نفسي في مكان في مكان خالي نعم نعم شيخ نعم ودارت بي الكلاب من كل مكان وكلاب من كل مكان نعم نعم فستمت وقلت نفسي ليس لي مهربوا منهم وثلت وفكرت فجأة آية الكرسي شيء نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وعندي منام أخر سيخ نمت روحي نمت نمت نمشي راح للمحل وفجأة محل هذا يتعنده طفين صرية وكان حط وشغل هو مكان آني وهو كان ينتبه إليه وظهر كاد أن يسقط أمسكته وكان يضحك وكان يبسك وني ويضحك هذا ما فقط يشي يعني وضحك معك نعم وشغل ما في عمرك الله يبارك 22 سنة نطلق طالب جامعي نأ متوقف أني نضعف في العمل ولأنك تحسن الحديث باللغة العربية نعم الله يصبك عمين إذن ركتقر الله يبارك طالع نا ما شاء الله لأن لأن لك لغة ساليقة وجيدة وفصيحة ما لك الله يبارك فيك عبد النور إذن أخي عبد النور ابقى معنا وستسمع الجواب ومرحبا بسيدي مرحبا مرحبا أبيكم بارك الله خيرا تلقاه وشرا تتوقاه وخيرا لنا وشرا لعدائنا والحمد لله رب العالمين دليل على أنك مررت بمتاعب ومشاكل وقلاق وقلاق ولكن الحمد لله رب العالمين الله تبارك وتعالى أخرجك من هذه المتاعب وفرج عليك وأنت الآن والحمد لله بدأت تتعافى وترتاح لأن الرؤية أظهرت أنك مرت ببعض المتاعب وفي حالة نفسية متعبة لكن الظاهر عنك أن الله أحياك من جديد رزقك حياة جديدة هادئة آمنة مطمئنة فيها الخير والبركة والعافية بإذن الله عز وجل والوضوء هذا يتوضيط هذا يدل على الطهارة المعنوية وليس الطهارة الحسية الواقعية إنما الطهارة المعنوية هذا دليل أن الله تبارك وتعالى عافى عنك وفتح عليك وفرج عليك لأنك أنت في المستوى ما دمت في طريق الله المستقيم وما دمت معتصما بحبل الله عز وجل فربنا أكيد سينصرك ويعينك ويفتح عليك ويستجيب لك ويخرجك من هذه الدوامة المتعبة إلى الخير والبركة والعافية بإذن الله عز وجل وأيضا هذا الطفل هذاك الذي رح تلقيته في الحانوت وكأنه كاد أن يسقط وكنت سببا في نجاته وضحك معك الضحك في المنام جيد هذا الطفل هذا ما شاء الله أنا أقول لك أنت ذي الفرج وخير وبشرى والضحك في المنام يدل على البشرى لقوله لقوله تبارك وتعالى فضحكت فبشرناها ولم يقول فعاقبناها لأنه لاش بعض الناس الذين لا علم لهم بتعبير الرؤام سمعتهم يقولون الضحك في المنام موش مليح لا من أين لكم بهذا ونحن نفسر الرؤى بالقرآن والسنة واللغة العربية وبالأمثال والأشعار ونفسر الرؤى كذلك بالرموز ونفسرها بالضد أو بالعكس يعني هذه كل حالات تفسر بالرؤى وهذا المسألة تعد ضحك موجودة في القرآن وربنا قال فضحكت فبشرناها يسمح الله العظيم علماء التعبير استنباطوا الضحكة في المنام من هذه الآية فضحكت فبشرناها إذن أقول لك أبشر سيدي عبد النور سيفتح الله تبارك وتعالى عليك ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لكل خير ورؤاك إن شاء الله جيدا وعليك بكثرة الاستفار والدعاء وأسأل الله أن يسمعنا عنك ما يسرنا والله أعلم وأكرر وأقول لمن لم يسمعني في البداية أقول للأمة الجزائرية من الرئيس عبد العزيز أبو تفليقة حفظه الله إلى كل الأمة الجزائرية بالاستثناء أقول صحاعدكم وتقبل الله مننا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وأعاده الله علينا وعالكم بالخير والبركة والعافية وأبلغ تحية خاصة لكل الأسلاك الأمنية الذين يعملون في هذا اليوم مخلين ديارهم مخلين أنفسهم أزواج مولادهم ونحن مضحيين في ديارنا وهم الآراء مضحيين في الحدود ومضحيين في مراكز الأمن في الثكانات يعني وغيرها يعني هؤلاء أبطال هؤلاء ينبغي أن نوجه لهم تحية خاصة أقول لأولئي جميعا تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم وكل حياتكم وأنتم بخير ولا أقول وكل عام أنا أقول وكل حياتكم وأنتم بخير وبركة وعافية وأسأل الله أن يعيد هذا العيد الأضحى المبارك علينا وعليكم بالخير والبركة اشتركوا في القناة